الاستبداد شنو ضرره؟ الاستبداد له أربع مضارات الضرر الأول للاستبداد إفساد الدين الناس المفسدة الثانية مفسدة الأخلاق المستبد يفسد أخلاق الناس شون يفسد أخلاق الناس؟ لأنه إذا صار مستبداً كل إنسان يمارس الاستبداد حتى المدرس وحتى الموظف الصغير وحتى أنت أمام طفلك لأن الناس على دين ملوكهم والثبت علمياً أن الناس ينظرون إلى القوي فإذا شافوا له أخلاق تخذون منه هذه الأخلاق الآن لاحظوا في كثير من البلاد الناس مو مستعدين للمشورة أبداً في زواجه في طلاقه في شرائه في بيقه في سفره في إقامته في أي شيء من شؤونه لماذا؟ هذا تلقائياً اتخذ الاستبداد من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر عن المبادئ المستبد وفي أغلب بلاد الإسلام مستبدون يحكمون البلاد هذا لا شك فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر